هذا برج السرطان هذا قراءتك العامة رح نلقي فيها نظر أول على الطاقة العامة لهذا الشهر ومن ثم وضعك المالي الصحي الحياة العاطفية وأيضا أي أخبار تتوقعها أو بنتظارها أنت خلال هذا الشهر عزيزي برج السرطان طاقتك جدا جميلة وتبشر بالخير لأنه عندك كرت الشمس وهي كرت جميع النجاحات تحقيق لجميع الأماني المعاجز فإذا قل لديك أي شيء أنت تمنى وكنت بنتظارها في هذا الشهر كرت السرطان هو طبعا برج الأسد أو الطاقة نارية فأرى أنك حققت لحد الآن تسع الخماسيات حققت لنفسك شيء يذكر أنجزت وصلت لمرحلة يعني تعبت على حالك سواء جسديا ماليا في المهنة تعبت على نفسك لحد ما وصلت لأمور معينة في بالك نجاحات معينة على الصعيد المالي خلا نقوله بشكل عام لأن الخماسيات هي طاقة الأرض والمادة ولكن أنت بارتقاب فهاي القراءة بالضبط تسع الخماسيات قاعد تطلع لي كأنك قاعد تنتظر شيء زيادة الخماسي العاشر أن يأتي ويكمل عليك السعادة يكمل مجموعتك أنت تحس أن في شيء غير كامل عندك احتمال إما أنك حققت النجاح المهني المادي وبانتظار الزواج والحب أو العكس حققت الزواج والآن أنت متفرغ نحمل نجاحات المادية ولكن هذا الشمس اللي رح سوف تسطع عليك في المستقبل هذه ليست شيء تستطيع أن تنجزه بجهدك أن طبعا برج السرطان كرتك هو كرت العربة الشاريوت بطبيعتك تتحرك إلى الأمام وتنجز الكثير دائما تتحرك إلى الأمام دائما عندك تطور تقدم تسهيل الصعب فلحد الآن هذا يفسر مرحلة الاستقرار اللي وصلت لها نفسك ولكن التاري يخبرك أن مرحلة انتظار التكملة الخماسي العاشر هي رح تكون مثل المعجزة لأن هذه ليست بيدك أو بيدي النصيد مثلا النجاح تحقيق السعادة الكاملة أنت تقدر مثلا تحقق 90% سعادة 98% ولكن 100% يجب أن يكون فيها تدخل من الله هدية من الله هدية من السماء رح إن شاء الله تأتيك في وقت قريب ورح تكمل عليك سعادتك اللي أنت قاعد تنتظر وترتقب وتحسنها ناقصة وأقول لك إن شاء الله لأن أنت أشوفك في مرحلة حاليا ترقب كأنك قاعد تطالع كل الإنجازات اللي سويتها لنفسك أو الأمور اللي مريت فيها عشان توصل لها المرحلة وتنتظر تنتظر ليش انتظارك لأن أنت عارف أن الشيء اللي مفروض يأتيك لا تستطيع أن تجلبه بنفسك يجب أن يأتيك من السماء على الصعيد المالي نجاحاتك المرتبطة بالحاضر سوف تستمر إذا قال لديك عندك البنتكل الصغير الخماسي الصغير وعندك ملك الأرض أو الخماسيات إذا عندك شيء بسيط صغير حاليا قاعد تشتغل عليه احتمال أنه يجلب لك دخل زاهد أو زهيد تمسك فيه بكل قوتك لأن هذه البذرة الصغيرة المشروع الصغير اللي عندك الحرفة الهواية الشغف اللي أنت عمل عليه هذا باستطاعته أن ينقلك إلى مرحلة ملك الخماسيات ملك الأرض وهو ملك عنده التحكم على جميع عناصر الأرض بما معناه المادة ملك المادة ملك المصاري رح يبدأ بشيء صغير عندك وابعك المالي بشيء بسيط عندك بمشروع بسيط فكرة بسيطة وإن كانت بالنسبة لك غير كبيرة أو مهمة أو ذات صيد ولكن هذه رح تتحول لك إلى سبب لجميع نجاحاتك المستقبلية على الصعيد المالي أو المهني رح تأخذك هاي القفزة الكبيرة وبالنسبة لي رح تضل في مرحلة انتظار لأنه أنت قاعد ترتقب سعادة تكملة سعادة خلي نقول مو قاعد ترتقب خماسيات أكثر ولكن المضحك في الموضوع أنه ستأتيك خماسيات أكثر مادة أكثر نجاح أي شيء تحاول تسويه على الصعيد العملي رح تنجح فيه أسرع من الصعيد احتمالا العاطفي لأن العاطفي رح يأتيك شوية بعد فترة شوية للأمام ولكن ليس الآن الآن مكتوب لك وقت النجاحات العملية أي شيء تضع يدك فيه رح يثمر فاستغل الوقت حاليا في البداية واخذ الفرص التي تأتيك على الصعيد الصحي أرى أنك يا برج السرطان كنت عارف أو مكتشف أنه عندك أوجاع معينة آلام معينة تأتيك ثم تذهب ولذلك أنت كنت تهملها لا تخبر الآخرين عنها تداريها عن الناس احتمال ألم يأتيك في الخاصرة ألم يأتيك في مكان معين تداري بينك وبين نفسك تخبيع عن أعين الناس ولا تستشير فيه أحد وأنت قاعد تقلل من أهميتها فالمصيحة لك على الصعيد الصحي أن تفحص أن تتكلم أولا أن تتكلم إلى المقربين منك ترى ماذا يشهرون عليك وأيضا أن تفحص نفسك تذهب إلى الطبيب وأن تفحص هذا الألم البسيط مجرد عشان تتأكد أن هو مجرد ألم بسيط أو أوجاع عادية يعني أسان تتأكد أنه ما في مشكلة كبيرة لا تداري بعد اليوم على الصعيد الصحي يقول لك لا تداري على الصعيد العاطفي عندك تلاقي أرى أنك مثل ما قلت لك أنت تنتظر أنت عندك المال عندك المجاح وحتى أن لم تكن تمتلكه فهو موجود من أجلك اللحظة التي تقرر فيها أن تنجز أمور تجلب لك المال رح تستطيع إن شاء الله ولكن أنت عينك على الحب عينك على الشريك قبل الأسرة أنت حاليا تفكر في الشريك متى رح يأتي كيف سيكون شكله قاعد تسأل كثيرا متى أنت مستغرق في التفكير عندك ملك السيوف طاقة العقل احتمال أيضا أن يكون هو برج هوائي ولكن أنت قاعد ترتقب وعينك على الشريك متى رح يأتي تحس أنه في تأخير في الموضوع وكأنك يعني مثل اللي زعلان بل زعلك من القدر أنت زعلان وعندك مشكلة حاليا مع القدر نفسه أو مع النصيب تحس أنه في تأخير تحس أنه ليش أنا أخرتني ليش أنا لحد الآن أنا جاهز أنا أملك كل مقاومات أنا أملك كل ما أحتاجه ليش بس هاي النقطة نقطة الحب مثلا نقطة العاطفة لحد الآن ما حصلت وجواب لك من الترو أن كل شيء سيأتيك كما تستحقه ولكن في الوقت الصحيح لأن أنت تريد شخص يكون يستحقك وتستحقه مكافئ لك التالي يخبرك أن لا فائدة أن مجرد تدخل في علاقات في هاي الوقت مع أشخاص غير مناسبين أشخاص احتمال مجرد ينتبهون إلى وضعك المالي يحسون أن أنت مغري أو جذاب لأن وضعك المالي منيح أنت تريد شخص يراك كما تراه شريك مكمل شخص تستطيع أن تبني معه فالتالي يخبرك أن لا تسأل كثيرا عن متى خليك أكثر صبرا لأن كل شيء تستحقه وأنت تستحقه متقابلين أنتوا على هاي الجهة تستحقه ولكن سيأتيك بعد فترة في أمور معين احتمال عندك في الكواليس عند هذا الشخص في الخفاء تحتاج أن تنتهي من أجل أن تستطيعون أن تتلقون في المنتصف وما يكون في أي عوائق زيادة لأن اللي قاعد أسمع أن لما يصير اللقاء بينكم هنا المفروض يكون اللقاء سعادة ما في زعل ما في كدر ما في علاقة ثلاثية ما في طرف ثالث ما في أحد ثاني في الصورة لأن أنت استحق السعادة فمن أذل أن تأتيك فعلا السعادة بهالشكل وبطريقة أن تستحقها شوي أصبر فشريكك موجود احتمال هو أيضا يمر بأشياء مشابهة لك ولكن لا تتنازل يعني حتى لو أني أحسك شوي تحس بالوحدة في هاي الوقت أحسك لا تتنازل لأن التالي يخبرك أن تكون شوي سنجل زيادة أعزب لوقت زيادة أفضل من أنك تكون مع شخص غير مناسب لك أو الشخص الخطأ ويكون مجرد مضيعة للوقت عندك الكثير هنا من الطاقة الهوائية وبرج الميزان احتمال أن يكون برج هوائي واحتمال هو أيضا ينتظر أشياء معينة تحدث في حياته من أجل أن يستطيع أن يحدث اللقاء بينكم اللقاء بدون دراما بدون كذر الصبر حلو إذا كنت انتظر أي أخبار معينة على أي صعيد من الأسعدة فالرسالة مكررة بالنسبالك أنه ما تستحق موجود وما تستحق أيضا ينتظرك ويترقبك مثل ما أنت مترقب وتسأل متى نفس الشيء ودائما أحس أن طاقتك هنا يصير عاطفية تنتظر الحب أو الشريك تنتظر أن يدخل أيضا هذا الشخص إلى حياتك أنت مستعد أن يدخل هذا الشخص الجديد في حياتك احتمال أن هذا الشخص حاليا يمر بمرحلة طلاق لأن دائما ملكة السيوف تسمى الملكة المطلقة الملكة اللي يتمر في أمور كثيرة قبل أن تستطيع أن تحكم مملكتها هذه قصتها فاحتمال أنك أنت جاهز أكثر من الشريك الشريك عنده أمور شوي محتاج أنه يعملها من أجل أن يصل من أجل أن تصلون إلى عشرة الأكواب مع بعض السعادة المطلقة الالتقاء تحقيق الأماني الاجتماع تحت سقف واحد في بيئة سعيدة ما فيها زعل ما فيها خوف ما فيها ترقب من أحد يدخل حياتكم يكدرها طاقة سعادة ما فيها حزم من أجل أن تصلون لها في أمور شوي معينة تطلب منك التفهم والصبر ملك السيوف بالنسبة لي هو أيضا ملك أعزب وإبتدين قراءتك بأنك أعزب فهذه هي طاقتك عليك شوي أن تصبر فسعادتك موجودة ولا تزعل من التارو أو من القدر أو من الله يعني لا تكون مثل كأنك مخذول أو فقدت الأمل لا تفقد الأمل شريكك موجود واحتمال أنه أيضا يمر بأشياء معينة يحتاج ينجزها من أجل أن يحدث اللقاء بينكم أو تجتمعون سواء أن تلتقيتوا من قبل أو لم تلتقوا من قبل هذه القراءة عامة رح أسحب لي كارت تبع النصيحة يا برج السرطان من أجل شهر أبريل برج السرطان نصيحة أخيرة شهر أبريل أنا أحبك هذه الكلمات قوية المضحك في الموضوع أحس أنت يا برج السرطان طلع لك هذا الكارت لأن أنت محتاج تسمع هذه الكلمة من شريكك أنت محتاج حبيب في هاي الوقت أن تملك كل ما كل ما تريد على الصعيد المالي أو تستطيع أن تملكه ولكن أنت تترقب كل ما تأحبك أو تترقب وجود الحبيب في حياتك أتوقع أن هاي الكارت طلع عشانك عشان يوصلك إحساس الحبيب حتى وإن لم يكن موجودا في حياتك لحد الآن حتى وإن كان مشغول في شيء ثاني حاليا الحب موجود حتى وإن لم تلتقوا التواصل بينكم الرابط هو على مستوى الروح مثل السولمين فإن لم تلتقوا لحد الآن أتوقع أنه لم تلتقوا لأنه معاكسة الاتجاه فهو يحبك يبادلك الحب موجود فالتارو يخبرك بهاي الكلمة على لسان الحبيب حتى وإن كان لحد الآن لم يدخل فعليا في حياتك أو لم يحدث لم تحدث الشراكة كارت أيضا رح أسحب لك تبع ما يجب أن تعرفه عن المستقبل بالخصوص هالكارت تسقط بالغلط وإن أجود هذا الشخص في حياتك وأن تكونون سعيدين مع بعض قلت لك أنت وصلت إلى كل هذا بجهدك تستحق أن ترفع القبعة من أجلك على إنجازاتك لحد الآن ولكن أنت بنتظار هدية من السماء وهذه الهدية مثل ما خبرتك رح تأتيك فلا تفقد الأمل أو لا تتأفف لأنها في الطريق طلع عليك كارت الهدية وهديتك هو الحبيب إن شاء الله شكرا